لو في جيزة بياخدها أغرب الاقتصادات في العالم فالاقتصاد الياباني على الأغلب هيكون هو الفايز بالجيزة دي عن جدارة واستحقاق اليابان عندها واحد من أغرب الاقتصادات في العالم وسبب غربته هو إن معظم القواعد اللي تعلمناها في كتب الاقتصاد لا تنطبق عليه على سبيل المثال الياباني بقاله كم شهر عمالية تراجع وفقط جزء كبير من قيمته قدام الدولار لحد ما سعر صرفه وصل مؤخراً لأقل مستوى ليه في آخر 24 سنة الوضع دا لو في بلد تانية غير اليابان فالإجراء الطبيعي اللي حياخد البنك المركزي هو إنه يرفع سعر الفايدة على العملة المحلية بحيث يزيد الأقبال عليها وبالتالي سعرها يرتفع دي قواعد التكستبوك التقليدية في اليابان بقى هما ملهمش دعوة باللي مكتوب في الكتب بنك اليابان ماشي بسياسة لوحده البنك لحد النهاردة رافض إنه يرفع سعر الفايدة وحريص إنها تفضل قريباً من الصف ودي سياسة ناس كتير شايف أنها مجرد عناد من البنك المركزي الياباني خصوصاً وإن العالم كله أصلاً بدأ يرفع مؤخراً أسعار الفايدة ولسان حال البعض بيقول للمركز الياباني وانت أجدع ولا أنصح من أمريكا وأوروبا اللي رفعوا أسعار الفايدة ولكن المركز الياباني مصمم على منقفه لحد لاحظت تصوير الحلقة ولا يبالي بس تصميم اليابانيين على عدم رفع أسعار الفايدة تم مع بعض المستثمرين فيه في الأسابيع الأخيرة مجموعة كبيرة من صندوق التحوط الأجنبية بدأت تراهن بمليارات ضد السندات اليابانية من خلال إنها بتبعها على المكشوف وده على أمل إن اليابان مش هتقدر تتحمل الضغط على سنداتها وحتضطر في النهاية لرفع أسعار الفايدة غصباً عنها الفكرة بقى هي إن دي مش أول مرة لمستثمرين الدوليين يراهنوا ضد سياسات الحكومة اليابانية بالعكس الحركة دي حصلت كتير خلال آخر 20 سنة ولكن في كل مرة كانت الراهنات دي بتفشل والسندق بتخسر فلوسها بسبب ثبات وتماسك اليابانيين لحد آخر لحظ ومن هنا ظهر مصطلح الويدو ميكر أو صانع الأرامل اللي ارتبط بالمراهنات الفاشلة ضد اليابان باختصار أنت كمستثمر عاوز تترمل وتفقد فلوسك راهن بها ضد سياسات الحكومة اليابانية وتأكد إنك هتخسر في الآخر وده يخليك تسق لما السوق عارف القصة دي اللي خلى السندق الأجنبية تراهن دلوقتي ضد السندات اليابانية وليه اليابان مصممة إنها ما ترفعش سعر الفايدة وإزاي اليابان بتدفع عن سنداتها ضد هجمات المضاربين هل ممكن يحصل في اليابان زي ما حصل في برطانيا والاسترلين بتاعها في بداية التسعينات؟ وإيه اللي حصل بالزبط اللي الاسترليني؟ وإزاي السندي كسرت بانك إنجلترا وركعته في الأرض وعال تقدر اليابان إنها تتجنى بالمصير ده ده جزء من اللي حندرتش فيه مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم ده المخبر الاقتصادي بلس في صباح يوم 16 سبتمبر سنة 1992 متحديداً في تمام الساعة 48 دقيقة صباحاً الحكومة البريطانية اشترت من خلال منكها المركزي مليار جنيه استرليني من السوق طب ليه الحكومة البريطانية كانت بتشتري العملة بتاعتها اللي هي الاسترليني من السوق؟ باختصار الجنيه الاسترليني كان بيتعرض في الوقت ده ليهجامات كسحة من مجموعة من سنديق التحوط العالمية اللي كانت بتراهن على تراجع الاسترليني السنديق كانت بتبيع الاسترليني على المكشوف بكميات ضخمة جداً وبتراهن على انخفاض سعره وده لأن الاسترليني برأيها كان مبالغ جداً في تقييمه وما يستحقش سعره المعلق في الوقت ده بريطانيا كانت جزء من حاجة اسمها ألية سعر الصرف الأوروبية ERM واللي تم تأسيسها سنة 1979 الألية دي كانت بتسمح للأوروبيين إنهم يثبتوا أسعار الصرف ما بينهم وما بين بعض المهم البريطانيين انضموا للألية دي سنة 1990 وفي إطارها ثبتوا سعر صرف الاسترليني عند 2.95% مركة ألماني لكل واحدة استرليني وكانت الحكومة البريطانية ملزمة بإنها تخلي سعر صرف الاسترليني ما يخرجش عن النطاق اللي هو ما بين 2.78% مركة ألماني لـ 3.13% مركة ألماني في البداية الأمور كانت تمام والبريطانيين كانوا مبسوطين جداً بانضمامهم للألية دي ولكن الوضع تغير تماماً سنة 1992 في السنة دي الاقتصاد البريطاني عانى من مشاكل كبيرة جداً ساهمت في ارتفاع معدل البطالة في البلد من 7.7% سنة 1990 لـ 12.7% سنة 1992 وفي نفس الوقت البلد بدأت تواجه شبح الركوت مشكلة الركوت علشان تتحل كان لازم بنك إنجلترا يخفض أسعار الفايدة في البلد علشان يحفز الإنفاق وينشط الاستثمار ولكن الحكومة البريطانية كانت خايفة تعمل الحركة دي وده لأنها كانت عارفة أن خفض أسعار الفايدة معناه خفض قيمة الاسترليني وده ما ينفعش يحصل لأن ألية سعر الصرف الأوروبية اللي كانت البلد جزء منها بتلزمها أن قيمة الاسترليني ما ينفعش تنزل بأي حلم الأحوال عن الحد الأدنى المتفق عليه لهو 2.78% مارك ألماني المهم فضلت الحكومة البريطانية تتجاهل المشكلة وتصرف من احتياطاتها من العملات الأجنبية على الاسترليني علشان تثبت قيمته ضمن النطاق المتفق عليه ولكن السوق على الناحية التانية كان فهم الورطة اللي الحكومة البريطانية وقع فيها ومدرك إن الاسترليني ما يستحقش أبداً السعر اللي متثبت عنده وإن قيمته في الحقيقة أقل من كده وعلى هذا الأساس بدأت سنديق التحوط وعلى رأسها صندوق كونتم فاند بتاع الملياردية جود سورس فيراهن ضد الاسترليني من خلال إنها تبيع وعلى المكشوف السنديق دي كانت بتستلف الاسترليني وبعدين تاخدوا تبيعه في السوق بسعر الصرف الثابت بتاعه اللي هي عارفة إنه سعره غالي ومبلغ فيه وده على أمل إن الحكومة البريطانية تستجيب للضغط وترفع سعر الفايدة وتخرج من قلية سعر الصرف الأوروبية وبالتالي ترفع عائدها عن الاسترليني رئيس الوزراء البريطاني في الوقت ده جون ميجور صمم إنه يدافع عن ثبات سعر الصرف الاسترليني مهما كانت تمنى طب حيدافع عنه إزاي؟ قالك فكرة رفع سعر الفايدة مرفوضة تماماً وده لأنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كان بيمر بيها الاقتصاد البريطاني اللي بيعاني من بطالة متزايدة ونموه متراجع رفع الفايدة هيبقى انتحار سياسي لأن الاقتصاد ساعتها حينكمش أكتر وبالتالي لازم نشوف طريقة تانية نسنت بها الاسترليني ونمنع عن خفاض سعره عن الحد الأدنى المسموح بيه في إطار قلية سعر الصرف الأوروبي الطريقة التانية دي كانت هي الطريقة الكلاسيكية المعتادة اللي البنوك المركزية بتلجأ لها في الحالات اللي زي دي وهي حرق الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية دا معناه أن البنك يشتري عملته من السوق باستخدام احتياطياته من العملات الأجنبية علشان يخلق طلب إضافي على العملة المحلية ويرفع تمنح بانك إنجلترا يا جماعة صرف ما يعادل 27 مليار استرليني من احتياطياته النقدية على شراء الاسترليني من السوق علشان يسنده ولكن 27 مليار استرليني دول ما عملوش حاجة لأن السوق كان واخد باله من نقطة ضعف الحكومة البريطانية وعارف إنها مش هتقدر تفضل تشتري الاسترليني للأبد وده اللي حصل فعل بانك إنجلترا كان بيشتري الاسترليني وعلى الناحية التانية كان السوق كله بيبيع الاسترليني لأنه حاسس إن المقاومة البريطانية مسألت وقته حتنهار والحكومة البريطانية غصبة عنها هترفع إيدها عن الاسترليني وحتسيب سعره ينزل المليار استرليني اللي الحكومة البريطانية اشتريته في صباح يوم 16 سبتمبر سنة 1992 ده كان آخر فلوس يحرقوها في السوق بعدها بدقايق وتحديدا الساعة 9 صباحاً وزير الخزانة البريطاني في الوقت ده لاموند اتصل برئيس وزراء بريطانيا جون ميجور وقال له يا رئيس إحنا خلاص ما عودناش قادرين نشتري كميات كافية من الاسترليني عشان نحافظ على ثبات سعر الصرف إحنا مقدمناش حل غير إننا نرفع سعر الفايدة بشكل كبير ونخلي الناس العادية هي اللي تشتري الاسترليني وبالتالي سعره يرتفع ده خيارنا الوحيد لو عاوزين ننقذ الاسترليني المهم رئيس الوزراء رفض كلام وزير الخزانة وقال له أنا مش حرف على الفايدة في نفس الوقت اللي الاقتصاد بيعاني فيه من انكماش لو عملت كده الانكماش هيزيد وقفل السكة مع الوزير على كده في الوقت ده كان خلاص السوق كله كان راكب فوق ظهر البنك المركز البريطاني ومدلد الرجل وكل اللي كان بيقدر يحط إيده على استرليني كان بيبيعه على المكشوف جورد سورس مثلاً اللي كان بيتزعم عملية الهجوم على الاسترليني كان في البداية بيراهن بواحد ونص مليار دولار ضد الاسترلين في اليوم ده رفع قيمة الرهان بتاعه من 10 مليار دولار المهم وزير الخزانة لما لقى الوضع كده رجع تاني بعد ساعة ونص من المكالمة الأولى واتصل برئيس الوزراء وقال له يا ريس فكر تاني في المكالمة دي ميجور استجاب أخيراً لنصايح وزير الخزانة وفي تمام الساعة 18 صباحاً بريطانيا أعلنت رفع سعر الفايدة من 10% إلى 12% الكلام ده كان الصبح بعدها بساعات رجعه تاني رفعوا سعر الفايدة من 12% إلى 15% وفي مساء نفس اليوم متحديداً الساعة 7 ونص وزير الخزانة البريطاني عمل مؤتمر صحفي أعلن فيه خروج بلده من آلية سعر الصرف الأوروبية وتعويم الاسترليني اللي قيمته انخفضت بالفعل وبكده كسبت سنديق التحوط الرهان وحققت ما كسب ضخم جورج سوروس لوحده كسب مليار دولار من الرهان ده وبانك انجلترا في النهاية ظهر في مظهر الفاشل اللي مقدرش يدافع عن سياساته ولا عن قيمة الاسترليني وانهزم قدام المضاربية شركات إدارة الأصول بتحاول تعمله النهاردة مع البنك المركز الياباني شرودرس بي أل سي وبلو باي أسات مانجمنت وجراتي كيول أسات مانجمنت أيجا وجيبي مورغان أسات مانجمنت دي عينة من الشركات والسنديق اللي بتراهن النهاردة ضد سندات الحكومة اليابانية وبتبعها في السوق على المكشوف ودي بالمناسبة شركات مش ساحة جيبي مورغان أسات مانجمنت على سبيل المثال بتدير أصول قيمتها بتتجاوز 2.7 تريليون دولار مش رودرس بي أل سي معاها تريليون دولار تحت تصرفها ممكن تحركوا في أي اتجاه وبالتالي لما شركاته سندق ضخمة زي دي تراهن بفلوسها ضد اليابانيين يبقى لازم نقف وقفة ونسأل هما بيعملوا كده ليه بص الأساس المنطقي للرهانات دي بسيط جدا باختصار الشركات دي شايفة إن اليابان في وارطة والوارطة دي هي انهيار سعر اليين وتراجع السريع من بداية السنة في يونيو اللي فات سعر صرف اليين قدام الدولار وصل ل135 ين مقابل كل واحد دولار وده أدنى مستوى ليه من سنة 1998 السنة دي والمضاربين الدوليين شايفين بقى إن الحل الوحيد قدام البنك المركز الياباني هو إنه يبطل عناد ويرفع سعر الفايد ومتأكدين إنه عاجلاً أو أجلاً هيعمل كده غصباً عنه علشان ينقذ اليين وعلى هذا الأساس بيبيع السندات اليابانية على المكشوف وقبل ما كمل كلامي وعلشان بس تتبقوا معايا في الصورة ضروري تعرفوا إن اليابان عندها أدنى معدل فايدة في العالم البلد دي بطلة العالم في الفايدة المنخفضة وخلينا اديكم مثال وإحنا بنصور دلوقتي اليابانين بيدوا على السندات بتاعتهم اللي لها أجل استحقاق سنتين فايدة سالبة قيمتها سالب 8% يعني تسلفهم وتدفع لهم كمان أما سندات الخمس سنين فالفايدة عليها سالب 1% وسندات العشر سنين الأكثر شهرة بيدوا عليها عائد قيمته 21% أركن بقى اليابان على جنب كده وتعالى نبص على عوائد نفس السندات في الدول المتقدمة التانية في أمريكا بيدوا على سندات السنتين 2.83% وعلى سندات الخمس سنين 2.88% وعلى سندات العشر سنين 2.88% وفي ألمانيا العائد على سندات السنتين عامل 48% والخمس سنين المستثمر بياخد عليها 91% أما السندات اللي أجل استحقاقها 10 سنين فالعائد عليها وإحنا بنصور عامل 1.23% أظن واضح من الأرقام دي أن اليابان في حتة لوحدها مختصار الفايدة في البلد دي قريباً من الصف وده شيء البلد ملتزمة بيه في إطار سياستها النقدية الشهيرة Yield Curve Control YCC أو التحكم في منحنى العائد في إطار السياسة دي المركز الياباني ملتزم مثلاً أن معدل العائد على سندات العشر سنين ما يزيدش بأي حال عن 25% دلوقتي بقى الجماعة اللي بيرهنوا ضد السندات اليابانية شايفين إن تمسك بنك اليابان بسياسة التحكم في منحنى العائد وأبقاءه لأسعار الفايدة عند المستويات دي ما عادش ينفع في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي وبالتالي لازم المركز الياباني يرفع سعر الفايدة بمزاجه أو غصب عنه اللي تفرج منكم على حلقاتنا المهمة جداً لماذا لا ترتفع الأسعار في اليابان أكيد بقى فاهم إن سبب عدم رفع المركز الياباني لأسعار الفايدة في اليابان هو خوفه من إنه يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين اللي هو بعافي أصلاً بقاله أكتر من 25 سنة بنك اليابان نفسه إن اليابانيين إنفقهم يزيد وعلشان يحفزهم على ده بيخلي سعر الفايدة منخفض جداً أو يكاد يكون منعدم علشان ما يروحوش يدخلوا فلوسهم في البنوك بدل ما يصرفوها ويحركوا الاقتصاد لو راح رفع سعر الفايدة الناس هتجري على البنوك وتحط فلوسها هناك وإنفاقهم لاستهلاكي حيقل وبالتالي معدل التضخم هيبقى سالب وهندخل في انكماش واحد هيقول لي بس معدل التضخم في اليابان وصل بالفعل في إبريل اللي فات للنسبة اللي بيحلم بيها بنك اليابان بقاله سنين هو 2% طالما التضخم وصل للنسبة اللي هو عاوزها ليه بقى ما يحركش سعر الفايدة؟ وده سؤال وجيه جد ورد المركز الياباني عليه ببساطة هو إن معدل التضخم بتاع إبريل اللي فات دا كان كده وكده أي كلام يعني باختصار تضخم الأسعار في اليابان خلال إبريل اللي فات كان نتيجة التضخم المستورد فأسعار الوقود والأكل اللي اليابان بتستورده زادت فارتفع التضخم ولكن مش دا التضخم اللي بنك اليابان عاوز هو عاوز تضخم من التاني التضخم اللي بيكون نتيجة ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي ونمو الأجور وده ما حصلش ورفع سعر الفايدة في الوقت ده هيخلي تحقيق النوع ده من التضخم مستحيل علشان كده في 17 يونيو اللي فات صدر بيان عن بنك اليابان أكد فيه محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن البنك ملتزم بسياسة التحكم في منحنة العائل مش هيحرك سعر الفايدة خطوة واحدة من مكانها وحتفضل قريبة من الصفر باختصار كده ده لسان حال الراجل هو ده آخر كلام عندنا واللي يعرف يعمل معنا حاجة يعملها وده يخليك تسأل نفسك سؤال مهم جد المركز الياباني جاي بالثقة دي منين وهل دي ثقة فعلاً؟ ولا عند؟ يعني البن ده صدر زي ما قلت في 17 يونيو اللي فات في الأسبوع اللي انتهى فيه نفس اليوم المستثمرين بيعوا 4.8 تريليون يين من السندات اليابانية ودي أكبر تدفقات خارجة من سوق السندات الياباني من سنة 2001 على الأقل واللي بيبيع السندات دي وبيراهن ضد اليابانيين سندق وشركات تقيلة تحت إيدها تريليونات الدولارات إزاي كل ده مش عامل قلق لليابانيين وليه مصممين على موقفهم؟ السؤال ده أفضل واحد جاوب عليه من وجهة نظري هو مانيش سنج رئيس التنفيذي للاستثمار في شركة كروس بريتش كابيتال بريطانية سنج بيقول في تصريحات لبلومبر الرهان ضد المركز الياباني مش بيسموه في السوق ويدو ميكر أو صنع الأرامل من فراغ أنا ما عنديش استعداد أراهن بفلوسي ضد المجبعة بتاعت المركز الياباني من الآخر كده بنك الياباني يقدر يطبع أي كميات مليون لحد ما يخسر الكل وكله يجيب وره ويتراجع عن الهجوم على السندات اليابانية الجزء الأخير ده من تصريحات سنج واللي يخص مسألة الطباعة هو الأهم لأنه بيتكلم عن الطريقة للبنك المركز الياباني يواجه بها السندي اللي بتراهن ضد السندات اليابانية وتبيعها على المكشوف اللي بيحصل كالتالي يا شباه السندي بتبيع السندات اليابانية المتدولة في السوق ومش بتشارك في المزادات على السندات الجديدة اللي لسه بتضطرها الحالة دي وفقاً لقواعد السوق العائد على السندات اليابانية لازم يرتفع علشان يعزز الأقبال عليه ولكن البنك المركز الياباني ما بيرفعش الفايدة وفي نفس الوقت السندات بتتباع عادي في السوق بنفس معدل الفايدة الأولاي طب إزاي ده بيحصل في ظل عمليات البيع الكبيرة من الأجانب للسندات اليابانية باختصار البنك المركز الياباني بيدخل بنفسه ويشتري السندات اليابانية وبيغطي أي فجوة بيخلاقها تخرج الأجانب من السوق ده سوق السندات اليابانية قيمتها بتتجاوز واحد كوالدريليون يين أو سبعة فاصل أربعة تريليون دولار بنك اليابان بيملك لوحده أكتر من نص السندات دي بنتكلم على سندات قيمتها خمسمية وخمستاشر تريليون يين أو أربعة تريليون دولار اعتباراً من عشرين يونيون اللي فات علشان كده المركز الياباني هيكون هو أول الخاصرين لو أسعار الفايدة ارتفعت بحسب تقدرات بلومبرد المركز الياباني هيخسر تسعة وعشرين تليون يين أو 219 مليار دولار لو زود سعر الفايدة مئة نقطة أساس السؤال بقى بنك اليابان بيجيب الفلوس اللي بيشتري بها السندات منين باختصار من المطبع البنك المركز الياباني بيطبع اليين وبيشتري بيه أي كمية هو عاوزها من السندات وبيتحكم في العائد عليها وده يفهمك تصرحات سند اللي بيقول ما معناه أنا مش عبيط علشان يخشي فرهان ضد المطبع بتاعت البنك المركز الياباني بس يا سيدي هي دي القصة باختصار وكالعادة في نهاية كل حلقة عندي سؤال لحضراتكم برأيك هل بنك اليابان هيرضغ فعلاً لضغوط السوق ويرفع سعر الفايدة ولا هيحافظ على لقبه باعتباره صانع الأرامل والناس دي فلوسها هتوحشها هتابع كل إجاباتكم في التعليقات وفي النهاية يا ريتل لو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة استنانا في حلقات جديدة بإذن الله سلام